بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الوحدة الإسلامية ليست تكتيكا بل قضية مبدئية وأن اتحاد المسلمين هو أمر واجب هذا بعض ما جاء في خطاب الإمام الخامنئي حفظه الله في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي يعقد في كل عام في طهران بمناسبة ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويعقد هذه السنة للمرة الخامسة والثلاثين وقد جاء في خطاب السيد الخامنئي يعني جاءت أمور مهمة ونقاط رئيسية قال أن الوحدة الإسلامية ليست تكتيكا بل قضية مبدئية وأيضا تحدث عن من يحاول تقسيم الأمة الإسلامية إلى طواف متصارعة ودعا إلى رفض التشيع البريطاني والإسلام الأمريكي والإسلام السن الأمريكي فقال مثلا ثمة اليوم أياد بين أهل السنة وبين الشيعة تعمل للفصل والتفرق بينهم وإذا فتشتم فستصل كل هذه الأياد إلى مراكز التجسس والاستخبارات التابعة لأعداء الإسلام لا أعداء إيران أو أعداء الشيعة فحسب بل أعداء الإسلام ذلك التشيع المرتبط بـ MI6 البريطاني وذلك التسن المرتزق للـ CIA الأمريكي لا هو بتشيع ولا بتسن فكلاهما ضد الإسلام وقال في خطابه أيضا أحيانا يرى الإنسان أشياء ويسمع أقوال ويقرأ كتابات لم تكتب في ضوء الآيات القرآنية القرآن الكريم يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى أن يقول وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون بعد أن يذكر كل تلك الشرائع السابقة التي من واجب المسلمين الإيمان بها يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وأيضا يقول أن هذه التجمعات السنوية وهذه اللقاءات حول موضوع الوحدة أكد هذه اللقاءات غير كاف ودعا إلى المناقشة والتخطيط والتشجيع وتقسيم الأمل في هذا المجال بشكل مستمر هذه اللقاءات بالحقيقة مهمة جدا وقال أيضا أن الهدف المهم هو إنشاء حضارة إسلامية جديدة وأنه لا يتحقق إلا من خلال توحيد الشيعة والسنة مؤكدا المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هي قضية فلسطين حيث العمل على استعادة حقوق الفلسطينيين بشكل جاد سيسهم في تعزيز الوحدة الإسلامية وقال أيضا أن الوحدة الإسلامية ليست تكتيكا كما يتصور البعض بسبب الظروف الخاصة التي نعيشها والتي تتطلب الوحدة بل هي قضية مبدئية وشدد سماحته على أن اتحاد المسلمين هو أمر واجب ولو اتحدوا فإن قوتهم ستزداد كما أكد في الوقت ذاته بأن وحدة المسلمين فريضة قرآنية مؤكدة وأضاف أن سبب تأكيدنا في الجمهورية الإسلامية على وحدة المسلمين وأن هناك جهودا متواصلة لبث الخلافات بين الشيعة والسنة مما تم طرح قضية السنة والشيعة في الأدب السياسي الأمريكي منذ أدة سنوات لاحظوا هنا النقاط الرئيسية في هذا الخطاب أن الوحدة الإسلامية قضية مبدئية وليست تكتيكا سياسيا مرحليا وأن العودة أو تحقيق هذه الوحدة يتم خلال العودة للقرآن الكريم وأيضا لا نلقي اللون فقط على الأعداء أنهم يريدون أن يفرقون وإنما المشكلة ثمت أياد بين أهل السنة وبين الشيعة تعمل للفصل والتفرقة بينهم وهذا ما يستدعي أنه المناقشة والتخطير والتشجيع وتقسيم العمل والتفكير في جذور الخلافات في الحقيقة وأنا قد بحثت هذا الموضوع في هذا الكتاب لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي يعني بعض المسلمين يجعلون القضايا الهامشية والفرعية والقشرية والجزئية سببا لبث التفرقة والعداوة بين المسلمين معادات الآخرين الذين لا يؤمنوا بتصورهم التاريخي مثلا أو ببعض الجزئيات في العبادات مثلا كيف يتوضع كيف يصلي كيف مثلا يتكتف أو لا أو يثبت مسائل جدا بسيطة وهامشية وقشرية في الحقيقة الخلاف الرئيسي الذي كان بين المسلمين في السابق قبل 1300-1400 سنة وفرق بين المسلمين كان هو الخلاف الدستوري الخلاف حول النظام السياسي كان بعض المسلمين يؤمن بأن الخلافة لقريش أو الخلافة لمثلا بني هاشم أو الخلافة والحكم للعلويين أو للفاطميين أو للحسنين أو للحسينين وهكذا هذه الخلافات يمكن نطلق عليها خلافات دستورية وكانت هناك حركات شعبية تسعى إلى العدل إلى المساواة إلى الحرية إلى الاهتمام والمشاركة في أشأن العام الأمر معروف أنه على المنكر وتقييد صلاحيات الحكام المطلقة هذه المشكلة هي التي أدت إلى انكسام المسلمين قبل أكثر من ألف عام فكيف نحل هذه المشكلة؟ الحل هو ما توصل إليه المسلمون في الحقيقة عامة المسلمين خلال القرن الأخير خلال القرن العشرين وما تلا أن الحل يكمن بإقامة نظام عادل ضمن دستور يوفر الحرية والعدالة والمساواة لجميع الناس في البلاد الإسلامية بدون تمييز طائفي بدون تمييز طبقي بدون تمييز حزبي مثلا أو ما شابه هذا الحل هو الشيء المهم سابقا المسلمون الشيعة والسنة الإمامية أنا أقصد يعني كانوا يتجادلون أن الإمامة بالنص أو بالشورى الشيعة الإمامية كانوا يقولون الإمامة بالنص هذا في وقت كان فيه مثلا أم موجودة الإمام علي وأبنائه ولكن هذه السلالة انقطعت منذ القرن الثالث نجري قبل أكثر من 1200 سنة تقريبا الآن الشيعة وخاصة في إيران تبنوا النظرية الثانية لأن لا يوجد نظرية أخرى فقالوا بأن الحكم يقوم على أساس الشورى والحاكم ينتخب من الناس الحاكم يعني يكون هو نائب عن الأمة ولا يشترط في هذا الحاكم أن يكون معصوما أو يكون معين من قبل الله أو يكون من سلالة معينة إنما يشترط فيه في إيران يقولون يشترط فيه أن يكون فقيا عادلا القائد الأعلى يعني وإلا رئيس الجمهورية حتى لا يشترطون فيه أن يكون فقيا عادلا ولكن لا يشترط أن يكون فقيا وكذلك النواب في العراق أيضا لا يشترطون أقاموا واتفق الشيعة والسنة على إقامة هذا النظام الديمقراطي ولا يشترطون أن يكون الحاكم فقيها معين مرجعا أو فقيها لا يكفي أن يكون رجل ملتزم بالقانون مفهوم العذالة حتى أيضا يعني أوسعه شوية وهو أفعل وهو يعني يحكم بعذالة ولا يميز بين فئة أو بأخرى فبناء على هذا التطور الفكري السياسي الدستوري الإيجابي والمهم يمكن أن نقول أن إيران الآن خطط خطوات واسعة نحو المسلمين نحو الفكر السني خطط نحو فكر الشورى وهي تقوم على أساس الشورى فإذن حتى يمكن أن نقول أنها جمهورية سنية بها المعنى ولو أنا ما أحب أستخدم هذه العبارات ولا أريد أن أجرح أحدا ولكن السنة سألني أحد المشاركين في المؤتمر في مؤتمر الوحدة الإسلامية من الأخوة السنة فقال كيف تقول أن إيران وحدوية وتسعى الوحدة وهي مثلا تميز في دستورها تشترط أن يكون رئيس الجمهورية من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ولا تسمح للسنة مثلا أن يتبوأوا هذا المنصب فقلت له بالحقيقة يعني هذه فعلا نقطة جدلية ووضعت يعني بفلتة وضعت في الدستور وحتى السنة عندما يحتجوا على ذلك عند وضع الدستور يحتجوا لدى الشيخ المنتظر الذي كان يرأس المجلس التأسيسي الذي صاغ الدستور فقال له إن شاء الله سوف نغير هذه في التعديلات القادمة وهي بحاجة إلى تعديل فعلا حتى نحقق الوحدة الإسلامية في داخل إيران كنموذج وخارج إيران في البلاد الأخرى يجب أن نحذف هذه الشروط التي تفرق بين المسلمين أنه لماذا لا يحقوا للسنة وهم مثلا يشكلون نسبة كبيرة من سكان إيران حوالي 30% لماذا لا يحقوا لهم أن يترشحوا لرئاسة الجمهورية يحق لهم انتخاب الرئيس ولكن لا يحق لهم انتخاب هذا تمييز هذا بالحقيقة يعمق التفرق والسيد علي الخامني حفظه الله أنا في نظري هو جاد في مسألة الوحدة ويعتقد أن الوحدة الإسلامية قضية استراتيجية حضارية في العالم الإسلامي لا يمكن مجابهة أعداء الأمة من المستكبرين والصهاينة إلا بالوحدة وأن الوحدة قضية مبدئية وقضية حضارية وقضية قرآنية وواجب قرآني هذا كله صحيح وهو يأكد عليه ولذلك أنا أطالبه في الحقيقة هو الرئيس الأحلى في إيران قائد إيران وبإمكانه أن يتقدم بمقترحات لتعديل الدستور بإمكانه أن يحذف هذه الفقرة رئيس الجمهورية يجب أن يكون أو رئيس القائد الأعلى يعني القائد الأعلى لا يوجد فيه هذا الشرط يعني القائد الأعلى في إيران لا يشترط أن يكون شيعيا إماميا إثنى عشريا ولكن في رئيس الجمهورية اللي هو مرتبة أذنى من القائد أن يحذف هذه الفقرة أن يعدل هذا الدستور وسوف يعزز الوحدة ويساهم بتقوية إيران حتى في مواجهة أعدائها وخصومها الذين دائما يثيرون هذه النقطة مسألة القائد الأعلى في إيران أنه يكون مثلا من المراجع الدينيين في الحقيقة الذين أصروا على كتابة هذه الفقرة في الدستور الإيراني لم يفقهوا التطور الجذري الثوري الذي حدث بالفكر السياسي الشيعي يعني عندما نقول أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون إماميا إثنى عشرية ماذا يعني؟ إماميا يعني يؤمن بأن الرئيس يجب أن يكون معصوما معين من قبل الله وهذا غير ممكن وغير موجود والشيع الآن لا يؤمنون بذلك هذا أولا إثنى عشريا يؤمن أن الإمام الثاني عشر غائب موجود وهو غائب طيب ماذا ثلاثة على ذلك؟ الذين آمنوا بوجود هذا الإمام قبل ألف سنة ألف ومثلين سنة قالوا بأنه لا يجوز بأنه لا يجوز لأي أحد أن يتبوأ منصب هذا الإمام اللي موجود والله معينه والله حاط لحكم المسلمين وقيادتهم طيب وكانوا يقولون واجب الناس واجب الشيعة واجب من يؤمن بذلك الجلوس في البيت والانتظار السلبي حتى يخرج هذا الإمام وهذا الفكر كان موجود لك قبل حوالي خمسين سنة في قومه في النجف والحركة الحجتية اللي كانت في إيران أما إذا أحنا آمننا بولاية الفقه كما قال الشيخ الصدوق قبل ألف سنة تقريبا ما أدرسا الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق قال من يؤمن بولاية الفقه يخرج عن دين الإمامية وهذا واقعا فعلا الآن الإيرانيون الشيعة الإيرانيون قد خرجوا من عقيدة الإمام لا يمكن أن نصدق عليهم ذول الإمامية أو إثنى عشرية إنما هم مسلمون يؤمنون بالشورى يؤمنون بالديمقراطية فلماذا نضع شرطا مضادا لهذا التطور شرطا قشريا يعني في ترضى هذا يؤمن يجي واحد يقولك أنا أؤمن طيب ثم ماذا أمنت أو لم تؤمن المهم موقفك العملي اليوم ما هو موقفك العملي أنت تقول أنا ديمقراطي أنا أؤمن بالشورى أنا لا أشترط الأسمة والناس والسلالة العلوية الحسينية في الإمام فإذن هناك تطور جذري قلت لهذا الشيخ صديقي العزيز الذي هو مشارك في هذا المؤتمر قلت له أنت أنظر للجانب الإيجابي من القضية أنظر إلى التطور الحاصل في إيران وقد أصبحت بمنطقك دولة سنية فهذه الدولة السنية عندها شوية مثلا بعض الأخطاء أو بعض الأشياء اللي ما مكملة المساواة للجميع فنعمل من أجل يعني توسيع المشاركة للجميع وإعطاء حقوق السنة ما يسمى بالسنة وما يسمى بالشيعة ففعلا أنا أوجه دعوة مخلصة إلى قائد الثورة الإسلامية يعني إمام الجمهورية الإسلامية أن يبادر لتعديل هذا الدستور والتخلص منه أعرف أن هناك ضغوط وهناك بؤر في الحوزة يمكن تستغل هذه القضية وتثير البلابل في إيران ولكن كما اقترح الإمام الخامنية أيضا بأنه أخلي أن الدعوة الوحدة ما تكفي فعلا الدعوة لمؤتمرات وعقد اللقاءات وتجمعات سنوية ما تكفي نحتاج إلى مناقشة مستمرة وإلى تخطير وتفكير وإلى ثورة ثقافية نحتاج إلى ثورة ثقافية بمراجعة الثقافة ونقد الثقافة الدخيلة في الفكر الشيعي العودة إلى مذهب أهل البيت العودة إلى الإسلام طبعا أولا إلى القرآن الكريم القرآن الكريم كما طرح الإمام الخامنية هذه الآيات في أنه يكفي يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل هاي تكفي بعد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد يهتدوا ما في حاجة أن نقول يجب أن نؤمن بالإمامة ونؤمن بالأئمة وبالولاية واللي ما عنده ولاية ما يجوز هذا يرحل للنار وما عنده حق أن يتولى السلطات الأولية مثلا هذا كلام يعني هنا السيد الخامنية يركز على العودة إلى القرآن الكريم ويدعو أيضا المثقفين والمهتمين من موضوع الوحدة إلى المناقشة والتخطير ومن هذا الباب أنا في الحقيقة أدعو إلى القيام يعني الآن الشيعة في إيران وغير إيران تخلصوا من لوازم نظرية الاثنى عشرية لوازمها اللي كانت جلوس في البيت والانتظار السلبي الآن يقولون لا نحن قمنا وأسسنا دوله ثوراته ومقاومات وحركات وأحزاب هذا شيء جيد يبقى أنه نعود إلى جذر الخلاف ما الذي يفرق بين سنة والشيعة اليوم أسأله أذهبوا هلأ هؤلاء الذين يهتمون بالوحدة الإسلامية ليذهبوا ويسأل العالم الإسلامي ما هي ما أخذكم على الشيعة اليوم مثلا ما يسمى بالشيعة يقولون هؤلاء يسبون الصحابة يلعنون الصحابة طيب وليس كلهم هو السيد الخامنة يحرم ذلك وقال لا يجوز الإساءة لزوجات النبي أو إلى أمهات المؤمنين أو إلى أحد من الصحابة وعلماء كثيرون أيضا قالوا أكدوا ذلك والسيد الخامنة يتهم التشييع المرتبط بـ MI6 يقول أن هذا التشييع ما يسميه تشييع البريطاني هو الذي يثير هذه التفرقة ويثيرها من خلال قنوات الفضائية الموجودة في بريطانيا وفي غيرها اللعن والسبوة ما عندهم شغل وعمل إلا هذا فهو يؤكد على ذلك إذن لنبحث جذر الخلاف نقرأ نظرية أهل البيت الحقيقية ما هي نظرية أهل البيت السياسية الحقيقية ما هو مذهبهم الأصيل هل كان الإمام علي يقول أنا معين من قبل الله تعالى هو له فضل عظيم وجهاد لا ينكر ولكن هو نفس الإمام علي لم يفهم من حديث الغذير النصب والتعيين وأنه خليفة للمسلمين فلذلك لم يعتقد أن أبو بكر وعمر قد اغتصبوا الخلافة ربما كان يعتقد هو أولى ولكن الأولوية شيء وأن هناك نص على الإمام علي والآخرون قاموا بانقلاب سياسي واغتصبوا حقه وإلى آخر المعزوفة لأهم الآخرون أيضا لم يكونوا يدعون ذلك سياستهم مواقفهم أقوالهم مطمورة في تراث يعني تراث مشوه ومفتعل ومكذوب يطمر هذه النظرية الأصيلة فإذن إذا أحنا بحثنا والسيد الخامني دعا الحوزة مثلا إلى مراجعة التراث الشيعي والعودة إلى مذهب أهل البيت مذهب يعني القرآن الكريم طبعا هذا متفق عليه ما في نقاش ما نحتاج يعني نناقش في هذا الموضوع إنما الفكر السياسي الذي ظهر في فترة من الزمن وأدى إلى ولادة ما يسمى بالشيعة والسنة هذا أن أيد النظر فيه حتى نعود فنحمل تصورات إيجابية عن الصحابة ونحترمهم ونرى أن حكومة عمر بن الخطاب كانت أول حكومة شيعية كل رجالها وولادها كانوا من أقرب المقربين لإمام علي وهو كان أقرب الأصدقاء وأكثر الناس حبا للإمام علي كما قال السيد الخوئي في كتاب له بأن أبوكر وعمر لم يكون ناصبيا كانوا يحبون فاطمة الزاراوية يحبون الإمام علي وأمر بن الخطاب تقدم إلى المعالي في خطبة ابنته أم كلثوم حتى يتشرف بالانتساب لهذا البيت العلوي لاحظوا كيف؟ فهذه مواضيع كثيرة موجودة بالتراث ولكن هناك قراءات سلبية مقصودة للتوقف عند النقاطة سلبية وتضخيمها والصنع من الحبة يقبوا كما يقولون وكتاب التاريخ معين سلبي سلبي يستفيد منه الحكام الذين استفادوا عبر التاريخ الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى الوحدة الإسلامية وهي جادة في ذلك وهي تعتقدها قضية استراتيجية قضية حضارية قضية مبدئية وليس التكتيكا مرحليا هذا صحيح ولكن هناك خطوات أأمل إن شاء الله أن تسير عليها الجمهورية الإسلامية فتقدم نموذجا إسلاميا وحدويا في الداخل حتى ينعكس في الخارج النموذج الوحدوي تم عبر الدستور العادل الذي يوفر الحرية والعدالة والمساواة لجميع المواطنين جميع المسلمين بهذه الصورة نستطيع أن ندعو المسلمين في كل مكان إلى الوحدة لا يمكن أن نطالب مثلا طالبان بأن تشكل حكومة وحدوية وأن تضع دستورا عادلا وديمقراطيا ومساويا لجميع الناس ونحن مثلا نتخلف عن ذلك فلا يمكن أن نأمرهم بشيء ولا نعمل به نحن علينا أن نقوم نحن بهذا العمل ونقوم بخطوة جبارة وشجاعة وثورية في التخلص من الثقافة السلبية الطائفية الموروثة وفي ترجمة ما نتوصل إليه إلى دستور موحد حر عادل يساوي بين جميع الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بس أن نعود إلى البعض طبعا دائما أي واحد يتكلم كلام إيجابي يحاول أن يشكك أو يهرج عليه فيقول الأخ محمد جمعة الخامنئي يقصد وحدة المسلمين تحظى ظليه الوارد لا هذا لم يتكلم بدالك لم يقل تعالوا أن تتبعوني إنما يدعو الوحدة الإسلامية يعني هذا تشويش وتشويه لكلامه يعني دعونا نكون شوية إيجابيين يعني هو قال في خطابه أيضا أو في خطابات كثيرة كل سنة يأكد على هذه المسألة أنه حتى لو بالكلام انا تكلمنا عن الوحدة الإسلامية هذا يعني يعطينا قوة ومنعة بينما نشوف بعض الدول تتحد مع إسرائيل وتتحد وتكون عميلة إلى الدول الاستكبارية ولا تتكلم حتى عن الوحدة ليس الوحدة الإسلامية حتى الوحدة العربية ترفضها الوحدة مثلا في منطقة معينة ترفضها وحدة مؤتمر التعاون الخليجي أيضا لا تطبقه وتشوف صراعات بين بين ما يسمى بالسلفين أو الوهابين أنفسهم ولا تعرفون يعني لا يطبقون هذه الوحدة أصلا الوحدة شعليها من بالهم عليهم حفظ كراسيهم وأنظمتهم فقط يقول الأخ أن دستور إيراني نص على أن الجمهورية الإسلامية مذهبها جعفري هذا يقصد الخامنة لا في الحقيقة لا يقول أن الجمهورية الإسلامية مذهبها جعفري فقط هذا الشرط وارد في رئيس الجمهورية أن يكون ملتزما بالمذهب الإمامي الاثنى عشري ولا حديث عن القائد دعونا نكون دقيقين حتى نقدر نفهم الأمور ونكون إيجابيين ونتقدم نحو الأمام نعم صحيح النص موجودة أنتحدثت عنها قبل قليل ولكن أنا أقول هي نفس إيران تتجاوزت المذهب الإمامي الاثنى عشرين هي اقتربت أو تحولت إذا تقدر تقول أو تحب تقول إلى المذهب النقيض الذي هو المذهب السني الذي يؤمن بالشورى والديمقراطية إذا كان ذلك وأنا أعتقد أن الشورى هي مذهب أهل البيت الأصيل عادت إيران إليه وتجعب بقية المسلمين إليه أيضا ولا يوجد شرط أن يكون من نسلهم عليها هذا أنت من عندك قاعد تختلق يا أخ محمد جمعة في هذا يعني كل واحد يتكلم وما يريد ولكن بدون دليل أبو كاظم يقول الإمام الحسن عليه السلام تنازل عن الخلافة وسلمها لمعاوية وبشرط أن تكون الخلافة بعده بالشورى فأين الإمام المنصوص عليها فعلا هذا هو يعني قراءتنا إلى التاريخ إلى إمه وسيرتهم سيعرفنا على فكرة أخرى أنه هذه نظرية الإمامة هي لا تنطبق معها لا مع سيرة الإمه من أهل البيت ولا مع أقوالهم وأحاديثهم نعم إذن نكتفي بهذا القدر ونلتقيكم إن شاء الله في مناسبات أخرى وأيام قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا